أما الآن ينضم إلينا عضو مجلس النواب النائب أحمد الجبوري أهلا بك سيادة النائب لننطلق من العنوان الذي اخترناه لحصادنا لهذا اليوم البرلمان يشد جوع الشعب بعمامة الاتحادية ولحظنا بأنكم قاطعتم جلسة مجلس النواب التي من المفروض أن يتم فيها التصويت على الفقرات الثلاثة المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية ما الذي دعاكم لذلك سيادة النائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام وكلنا يعرف بأن انسجاما مع ما يريده الشارع والشعب بأن الجماهير طلبت انتخابات مبكرة وحتى المرجعية أشارت بأن الأمور المهمة كتعديل الدستور وكالقوانين المهمة يجب أن ترحل إلى الدورة البرلمانية القادمة هذا ما قاله الشارع وقالته المرجعية أيضا بالتالي فإنجاز قانون المحكمة الاتحادية في ظل ظروف غير مستقرة وكذلك عدم وجود انسجام كامل بين كثير من الكتل وأيضا تزامنا مع وجود موازنة قانون الموازنة العامة لذلك لأننا نعترض على أن يكون هناك تسيس هذه المحكمة حزبيا وطائفيا باعتبار أن الأحزاب سوف تقوم بترشيح الفقهاء والخبراء باسم عنوين فقهاء القانون وفقهاء وخبراء الفقه الإسلامي لذلك قادرنا الجلسة ليس وحدنا وإنما خرج من الجلسة أكثر من خمسين نائبا وبالتالي لم يتحقق نصاب الثلاثين لكن مشروع القانون ليس جديد سيادة النائب يعني أعتذر منك سيادة النائب أحمد مشروع قانون المحكمة الاتحادية لم يأتي بالصدفة أو بطريقة مفاجئة إلى البرلمان هو موجود منذ فترة ليست بقليل منذ عدة سنوات المشكلة ليس في قانون المحكمة الاتحادية بقدر ما هناك مشاكل كثيرة في الدستور الذي بالتأكيد هو ليس مقدسا وبالتالي الكتلة السياسية إذا كانت تريد بناء الدولة وتستفيد من المرحلة السابقة ومن دروسها فإنها تذهب إلى تعديل الخلافات الموجودة في الدستور يعني عندما نطبق الدستور فإننا نجد هناك مخالفات وتقاطعات كثيرة ليس فقط في قانون المحكمة الاتحادية يعني الذي عندما أشار المشرع فيه بشكل عام وواضح على أن تكون المحكمة هي هيئة مستقلة إداريا وماليا وأيضا يجب أن تتكون من مجموعة من القضاة أشارت الدستور يعني الذي حرص من كتبه على ترسيخ المحاصصة والتقاسم في كافة مؤسسات الدولة بما فيها المحكمة الاتحادية فتم إضافة الخبراء في الفقه الإسلامي والفقهاء في القانون وعندما نأتي ونتعرف على هذه الصفات نجدها متوفرة في القضاة يعني لا يوجد اليوم قاضي لم يعني يمارس الأحكام الشرعية في محاكم البداء والأحوال الشخصية ويعني لا يوجد شخص أفضل من القاضي في موضوع يعني القانون وبالتالي كان على المشرع أن يعني يوضح هذه الفقرة بأنه وعلى أن يكون من القضاة الذين لديهم خبرة في الفقه الإسلامي وفي القانون وتنتهي المشكلة وبالتالي الجهة التي سوف ترشح هي جهة إلى حد كبير هي مستقلة إن لم نقل مستقلة بالكامل وهي مجلس القضاء وكذلك نبعد الترشيحات التي سوف تأتي عن طريق الأحزاب حتى لو جاءت عن طريق وزارة التعليم العالي الجامعات دواوين الأوقاف إلى آخره بالتالي ستكون يعني محاصصة فضلا عن يعني هذه المادة يعني اليوم إذا جئنا درسنا المواد ما للدستور نجد هناك تقاطعات كثيرة ولكن العراق متعدد الديانات والمذاهب والقوميات اليوم لما أنا آجي أحرص على وجود يعني فقط الفقه الإسلامي في المحكمة الاتحادية البارحة المكونات يعني قاطعوا الجلسات في قانون التعديل وفي القانون الأصلي لأنهم يقولون أن الدستور ظلمنا كيف يمكن أن نأتي ونقول على أن لا تتقاطع مع الحريات ومع الأحوال الشخصية مع الحقوق والحريات لكافة الأفراد في الشعب العراقي هذه طبعا المادة الثانية من الدستور لذلك أنا أعتقد بأنه هل هناك نقاط اعتراض أخرى سيادة النائب أحمد يعني ذكرت ما يتعلق بمشاركة فقه الشريعة بالتصويت ما يتعلق أيضا بخيار التوافق في التصويت على مشروعات القوانين ربما أيضا من بين الفقرات الثلاث المتبقية الخلافية أيضا هو أكيد يعني النقطة الخلافية هو إقحام الدين في محكمة تنظر في قرارات سياسية اليوم يعني رجال الدين والمرجعيات هم المسؤولون عن الأمور الدينية التي يعطونها إلى الناس ويعني كل جهة أو فرد أو طائفة هو يأخذ ما يعتقده مناسبا له أما أن نأتي ونقحم المحكمة الاتحادية بوجود رجال دين طبعا إحنا فقط تكلمنا عن الإسلام الفقه الإسلامي وبالتالي حتى في هذا الجانب لدينا خلاف اليوم عندما نتكلم عن الإسلام يعني في الإسلام الخبراء الإسلام يعني فقهاء الإسلام من ين راح يجون يعني وراح يجون أيضا شيعة وسنة وبالتالي سيكون الخلاف حاضرا قبل أن يتم اختيارهم يعني أكيد راح تكون هناك تقاطعات بين من يمثل الإسلام عن الشيعة ومن يمثل الإسلام عن السنة لذلك أن نعود إلى القضاة ولدينا سابقة يعني جيدة وممتازة ومهمة محكمة التمييز الاتحادية التي لا تقل أهمية عن المحكمة الاتحادية تم اختيار القضاة 20 قاضي من مجلس القضاء ولم ننظر إلى خلفياتهم يعني السيرة الذاتية مكتوبة العشيرة بس ما مكتوبة المذهب نعم ومشيناها وصوتنا عليها لذلك نعود أنا أعتقد بأن الخيار الأسلم هو أن نذهب إلى التعديل ونشكل محكمة لفترة مؤقتة لغاية 23 يعني سنتيا نعم لأننا حقيقة اليوم الظروف التي عيشها البلد وحتى الدورة البرلمانية الحالية غير مؤهلة لأن تعد قانون طيب سوف يكون ثابتا كيف بإمكانها أن تضمن نزاهة الانتخاب كيف بإمكانها بالتالي يعني أن تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة اليوم يعني في هذه على الأقل في الجانب الرقابي التشريعي والتنثيلي سيادة النأب ما يتعلق بأصوات النازحين في المناطق المخررة يجرى أو تجرى عملية يعني سرقة لأصواتهم وهذا مثبت بشكل رسمي على الأقل ما يتعلق بمناطق شمال بابل إديالة كذلك السنجار يعني سيدتي الفاضلة يعني تعودنا بأنه عندما يكون هناك تسليط الضوء على موضوع معين كالمحكمة الاتحادية وقانون الموازنة هناك أمور تقطى ويحدث فيها تدليس وتجاوز وانتهاك وبالتالي المهمة الأساسية لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية هي كيف أن نصل إلى انتخابات نزيهة شفافة عادلة نهيئ فرص متكافئة لكل الناخبين نعم ولذلك عندما نتكلم عن النازحين ونتكلم عن انتقال السكان بين المدن يجب أن تدرس هذه الأمور بعناية وأن يكون المعيار هو العدالة وليس المزاج السياسي وكيفية أن تصل الكتل النافذة في الدولة إلى ما تريد من قرارات ومن الوصول لما تريده نعم توضحت الصورة عضو ماجلس النواب النائب أحمد الجبوري شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا